وخلال استضافتها في البرنامج الخاص أكدت سيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن المتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لها دور كبير في دعم المستفيدين من العقوبات البديلة كعنصر بشري فاعل في المجتمع أن المتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله طبعا دور كبير ودليل على إيمان من سموه بالعنصر البشري بشكل عام وأهميته وإيمان بقدرة هذا العنصر على تنفيذ الكثير من الأهداف والدمج في المجتمع بشكل عام طبعا إيمان سموه في هذا جعل منه يحذب بسموه بأن يدعم هذه العقوبات البديلة ومثل ما تفضلت أن يتم التوسع فيها وتقديم تنوع مختلف يناسب كثير من أو العديد من الفئات من المستفيدين طبعا توجيهات سموه بدمج وإعادة تأهيل أكثر من سبعة آلاف مستفيد من هذا البرنامج كان له دور كبير طبعا حتى دعم إدارة العقوبات البديلة وتنفيذ الأحكام بالتوسع وتنفيذ العديد من هذه البرامج المختلفة سواء بالتعاون مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مما يشكل تناغم بين جميع فئات المجتمع بشكل عام للحرص على تنفيذ وإنجاح هذا المشروع